بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم? الشيطان الاعظم عبدالفتاح الطوخي 14-8-920 لن ينسى العرب والعالم التاريخ ده 14-8-920 الشخص اللي دمر العرب حرفية اكتر شخص فتح بوابة السحر والجن والشياطي 1920 الشخص ده لما كانت في الخمسينات لما كان عمره 30 سنة كده في 1950 و1960 الشخص ده نشر كمية كتب سحر مهولة نشر كمية كتب سحر بشكل لا يوصف العقل يتوقف حائرا في مكتبة كتب السحر اللي نشرها ابن الحرام ده الابليس الاعظم ده نشر سحر بشكل لاحد يتخيله الشخص ده انا كنت هموت واعرف تاريخ ميلاده عبدالفتاح الطوخي معروف وكتبه منتشرة في افريقيا منتشرة في مصر منتشرة في السودان منتشرة في القاهرة منتشرة في المغرب منتشرة في تونس منتشرة كتبه طبعا لبنان تطبع لبنان تطبع لبنان تطبع كتب بشكل غريب وفي اخر ايامه وفي اخر كتبه معظم كتب السحر طبعت في لبنان لبنان دي انا احكي لك عن لبنان اعرف لبنان لبنان دي كان فيها بعل او مولخ فيها بعلبك فيها مولخ الاله اللي كانوا بيعبدوه الفنقيين وبيتباحوا له الاطفال قربين فانا لا استغرب ان الدولة اللي اسمها لبنان الدولة اللي مش محترمة دي ان هي تستقبل كتب السحر وتطبعها بالشكل ده كتبه في كل ما كتبه في العراق كتبه في سوريا الشخص ده نشر كمية كتب سحر الى مالة نهاية نشر كمية كتب سحر والمشكلة انها حاجات خربانة يعني خربانة على شغالة يعني نشر يعني الشخص ده كان بوابة ابليسية الشخص ده هو الستر كراولي العرق الشخص ده ضمر مريخ العقرب ده زحل العزراء وعنده عنده المشتري جنب الشمس في الاسا انا مستغرب شخص زي كده كيف ممكن يكون برج الاسا انا استغربت كتير من الشخص ده الشخص ده عنده المريخ تربيع نبتون ونبتون ده كوكب الروحانيات والايمانيات والارف او كوكب الاشياء الغيبية هو عنده اعطال دكتوران نبتون فعنده الفكر النبتوني الفكر الروحاني الصوفي اللي بيحب انشروا الحاجات دي الشخص ده اكتر انسان ضمر الامة العربية والاسلامية في العصر الحديث من البشر اللي هتكوا الروحانيات العربية هتكوا الروحانيات العربية هتك حشروا السحر في نفوس البشر كم انسان اتصحر بسبب كتب الشخص ده كم انسان مرض بسبب كتب الشخص ده كم انسان اتخرب بيته بسبب كتب الشخص ده ضمر الناس حرفياً ضمره حرفياً حرفياً فالمهم الموضوع ده ممكن تعتبره يعني شخص زي كده ممكن تعتبر ان كان وراه الموساد الاسرائيلي يعني عبد الفتاح الطوخي ده ممكن تعتبر ان كان وراه الموساد الاسرائيلي ممكن تعتبر كده لانه نشر السحر دايماً مرتبط باليهود اذا وجد اليهود في اي مكان ينشروا كتب السحر ويخلوا الناس تعبدوا الشيطان وتحضر جن كل الناس تعبدوا الشيطان كل الناس تحضر جن كل الناس تصوم للجن كل الناس تكتب تلاصم على جسمها كل الناس تكتب بالدم كل الناس تمارس السفليات والشركيات والكفريات الحاجات اللي مرة مرة كفري دي كفر كفري يعني تعتعز ان الشخص يستغفر الله خلاص قرب يكفر او مش قرب يكفر هو خلاص الشخص بيسلم وروحه بيبيع نفسه للشيطاء والشيطان يجي يقول له يقدم قربين واتبح لي اتبح لغير الله ده شرك بالله انا ما اتبح لغير الله ولا اسجد لغير الله ولا اصلي لغير الله الكواكب اللي انا بشوفها والحاجات دي انا باعتبرها ان هي مجرد اشارات زي الغيوم بتدل على المطار فالشخص ده يعني اول حاجة نبتون اكتران عطارد شخص بيهتم بالمورائيات نبتون اكتران الشمس يهتم بالمورائيات المريخ تربيع نبتون افعاله فيها من الصفات النبتونية هكذا المشترك اكتران الشمس شخص لديه حظ انه يمتلك الكثير من الكتب بشكل عام او الوصول للمعرفة هو بالفعل كان محظوظ عند الظهرة في العزراء اصلا زحل العزراء ده قائم على صناعة السحل يعني زحل العزراء ده هو تأسيس نظام حياه مبني على صناعة المرض والعلاق هو اللي بيسحرك وهو اللي بيعالجك من السحر فشغلانا باتكل شغلانا ده خريطة عبدالفتاح الطغي الله لا يرحمه الله لا يرحم ولا يعطيه عافي حتى هو واللي خلفوه هو واللي كانوا قائمين الكثير من الناس سحروا ودخلوا في عالم السحر بسبب من الحرم ده وللأسف الكتب موجودة ومتاحة لأي حد ممكن يقدر يوصل له ده للأسف يعني ده شيء للأسف ده شيء مؤسف يعني بدل ما كتب زي كده تحذر وتمنع وتصادر وتخفى من الأسواق ومدروا ويش لا موجودة ومنتشرة وحاليتها حالة يلا معليش هادي مريخ العقرب برضو لما هيجي جنب العقدة الشمالية راهو العقرب حقك هدفه في الحياة وبقوة نشر السحر وبقوة يعني حقق صفات العقرب حقك أهدأ هدف العقرب راهو العقرب ده يلا معليش ترجمة نانسي قنقر